بلشت المؤسسة العسكرية بإسرائيل تفكر بالشروط يلي ممكن تفرضها ضمن أي عرض لوقف العدوان على لبنان شو هي هالشروط؟ في شروط إسرائيلية بديهية بتتشابه مع المطالب الغربية مثل تنفيذ السبعة عشر سفر واحد وانسحاب حزب الله لشمال الليطاني بس إسرائيل بدا تضيف شروط أقسى أولا بأي اتفاق لوقف اطلاق النار تطمح إسرائيل للحصول عائزة بيسمح لها تعمل عمليات برية بالمنطقة العزلة بجنوب بس بدى لمنع عودة مؤتلي حزب الله يعني بدى جنوب الليطاني يصير شريط أمنة تحت الهيمن الإسرائيلية تانيا إسرائيل بدى تحصل على حق جمع المعلومات المخابراتية حول تحركات الحزب بالجنوب بالمستقبل تالتا إسرائيل بدى ينزاد عدد قوات اليونيفر من عشر تلاف لخمسة عشر ألف جندي وبدى صلاحيات أوسع بتسمح بتحرك هالقوات ضد الحزب بدل ما يقتصر عملها عدوريات بالتنسيق مع الجيش رابعا فرض قيود رسمية لبنانية على تهريب الأسلحة من سوريا للبنان لمنع تسليح الحزب وهالشي بيعني ضبط الجيش للمعابر صار مردد حزب الله أكتر من مرة مطلب وقف إطلاق النار بس إسرائيل بتعتقد أنه استمرار الضغط العسكري رح يخلي حزب الله يقبل بصيغة معدلة من السبعة عشر سفر واحد تضمن شوطة الجديدة